السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه جربت تحط السفن على الفراخ بيجد حاجة كيه طحفة بيخلي الفراخ طعمها لزيز وشكلها طحفة وطرية كده وضايبة دوب يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ كده مع بعض ونشوف الطريقة بتاعتي وان شاء الله هتعجبكم اول حاجة معانا الفرخة قطعتها طاما القطع وبعد كده غسلتها كويس جدا وحطتها في المصفة الصفة معانا تماما هنا بقى نجاز مع بعض التدبيلة من كل حاجة معلقة صغيرة كده حطيت معلقة صغيرة كزبرة وكمان معلقتين ملح لمعلقة صغيرة ونص معلقة صغيرة بصل بودر ومعلقة صغيرة كمون وكمان هضيف عليها معلقة صغيرة بابركة ونص معلقة صغيرة جنزبيل تمام كده ومعلقة صغيرة فلفل اسود ويفصين حبهان او حبهان بودرة حط منه ربع معلقة صغيرة تمام هنا ربع فنجان خل وربع فنجان زيت تمام كده بعد كده بقى حطي السوس بتاع الفراخ اللي هموجودة عندك حطيه مش موجود خلاص هحطي سوس الرمان دبس الرمان معلقتين صغيرين او السياسوس الموجودة عندك حطيه ده او ده تمام كده وبعد كده راح جاي بمقلبة كويس جدا كده كل للمكونات كلها مع بعضيها كده وهفردها في الصينية تمام فردها بقى كده في الصينية بقى بالشكل ده طريقة سهلة وبسيطة وابدخصي منك وقت خلص والفراخ بتطلع معاك دايبة كده وطعمها طوح فالله العظيم جربها بجد بنفس المكونات بتاعتنا ان انا قلتلك عليها بالزبط يعني ما تزوديش اي حاجة هرسي بقى الفراخ بالشكل ده في الصينية جن بعضيها كده تمام وبعد كده بقى نبدأ بقى نضيف المكون السحر بتاعنا اللي هيخلي الفراخ معاك طعامها لزيز جدا وبخلي كمان شكلها تحفة معينا طبعا السفن السفن هحط منه ربع كوباية صغيرة ما تزوديش اكتر من كده هي الربع كوباية بتفرق جدا في طعم الفراخ هروح الجاية حطها كده على الفراخ كلها كده بالشكل ده الربع كوباية ما تزوديش خلي بالك تمام طبعا ما ينفعش تستبدلي السفن باي حاجة تانية يعني ما ينفعش كولة وما ينفعش برطقان تمام بعد كده بقى هبدأ اتبل الفراخ بتاعتي بقى كده ايه زي ما انتم شايفين كده تبلي الفراخ وتأكد كده ان التدبيلة بتاعتنا دخلت جوه الفرخة من جوه من بره كده والفراخ شربت التدبيلة كلها كده اللي معنا تمام بعد كده بقى دخلت التلاجة بقى ساعة ساعتين تلاتة ممكن تعملها من بالليل وتاني يوم الصبح تبدأ ايه بقى تسويها عادي انا بقى سيبها ساعة بس كده في التلاجة عشان كنت عاملها قبل الاكل يعني بحاجات بسيطة فهسيبها ساعة وبعد ساعة نطلحها مع بعض ونشوف هنعمل ايه تاني طبعا كده بعد ساعة ان شاء الله نرجع هنا بقى جبتي بقى الصينية وجبتي الشبكة وطلعت الفراخ بين التلاجة بعد ساعة زي ما قلت لك واروح جاي بقى حط الفراخ على الشبكة بالشكل ده تمام طبعا التدبيلة اللي معنا دي اللي فضلت معنا دي مش هنرميها لأ دي بقى بتخلي الفراخ معاك يا مش قادر اقول لك بقى طعمها وحلوتها دي اللي فيها للحاجات كلها البهريس كلها فعم دي مترميهاش لأ دي بقى والفراخ في الفرن كل شوية توح جايبها الفرشة وتبدأ يتاخذ من التدبيلة وتروح حط على الفراخ على وشها وتبلي كده الفراخ كل شوية فتح الفرن كده وتعملي الخطوة ديت توح جايب الفرشة وتتعاقي ايه الفراخ كده من الوش بتاحها بس مش من كلها يعني لأ زي ما هي كده في الصينية هتتعاكها بالفرشة وخلاص لغاية التدبيلة بتخلص معاك يا مش كتيرة يعني تمام يا حاجة بس تخالص زي ما انت شايفها فتعالي بقى تلوقتي بقى هنجيب مية قبيتين مية حطهم في الصينية بالشكل ده كده المية دي بتعمل بخار وبطلع الفراخ وبخلاها معاك زبدة زبدة وهجيب ورق الامونيا وروح الجاية بقى مغطيها بالشكل ده كده طبعا انا عايز تحطي ورق زبدة الاول عشان خاطر في ناس بتقول ورق الامونيا غلط لما تلمسيه بالاكل والكلام ده كله عادي بنقول ده عندك حطيه رب بني وسع الجميع يا رب فهروح الجاية بقى حطها بقى بالشكل ده كده وقفلها كويس جدا مش كويس قوي يعني عادي لو مهوية من الجنب عادي فيش مشكلة يعني تماما دخل الفرن بقى ولم ولع بس ايه الشعلة من تحت بس مش هولع اي حاجة تانية مش هولع الشعلة اللي فهو لأي حاجة وسبتها لمدة يعني نص ساعة ما عادتش معايا كتير خالص الفرن هي نص ساعة وكانت بسم الله ما شاء الله جهزة معايا بالشكل ده وطبعا بعد ما خلصت خالص معايا روحت جاية شايلة من عليها الورا الامونيا وشغلت الشواية خادت معايا لون بسيط كده جميلة 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 وطرية وطعمات وحفقة طحة معاكم تلوقتي وهتشوفوا قد ايه هي دايبة ولذيذة جدا جدا والله يا جماعة ان شاء الله هتجربوا الطلاب بتاعتي وهتعجبكم جدا 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 بس ازاي ما قلت لك ما تزوديش في الببسي حاجات بسطة جدا تحطيها ربع كوباة بالزبط من السفن ماشي وسفن بس نفاش تحط اي نوع تاني وطرية حاجة بقى حاطة في الطبقة كده بقى لو عندك بقى بقى دونس ولا اي حاجة كمان رشي كده على الوش او في الارضية تحفة بص دايبة ازاي دايبة دايبة يا ربي الوصف بتاعتي اكون عجبتكم النهاردة ما تنسونيش باللايك والتعليق وجزاكم الله كل خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته